مرحبا تلاميذنا سنة ساتسا اليوم درسنا ضمائر الجر والنصب المتصلة نبدأ أولا نتفكر أنواع الكلمة قلنا أنواع الكلمة هما اسم وفعل وحرف أنواع الأسماء هما الاسم الاسم الإنسان، اسم نبات، اسم حيوان، جماد اسم له معنى، اسم بلاد وأنواع الأفعال، الفعل الماضي والمضارع والأمر وأنواع الحروف، حروف الجر، حروف العطف، الحروف الناسخة فهمنا به أنواع الكلمة الحروف هو معنا حروف الجر وحروف العطف أكتر حاجة في الحروف وهذا اللي بشركزوا عليه والأسماء كما قلنا اسم كل ما دل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمن يعني اسم إنسان، اسم حيوان أو اسم جماد ومن هوني قسمنا الأسماء إلى أسماء نكرة وأسماء معارف الأسماء النكرة قلنا كل ما هو اسم منون والأسماء المعارف، الاسم المعرف بالأل، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، الأسم العلم، الأسم المعرف بالإضافة اللي قرناها آخر مرة، والضمار إذن زيدوا نفهمهم بالجدير الأسماء إذن عن الأسماء النكرة والمعرفة، المعرفة كله اسم يدل على شيء معين وهي سبعة نحن مش بش نقرؤهم لكل سنة سادسة بش نركزوا على الضمير كما أنا أنت ضمير المخاطب، ضمير متكلم وضمير الغائب أسماء العلم، أحمد سعاد، دبي، تونس، أسماء الإشارة نعرفوهم معرفة لكن سنة مش بش نركزوا عليهم المضاف إلى المعرفة كما آخر درس قرناه قلم محمود، قلمك، قلم الذي كتب، بيت الأمير، كتاب فاطمة إذن والمعرف بالآلف واللام، كما الصيف، القلم، الرجل تفهمنا؟ والنكرة قلنا كله اسم لا يدل على شيء محدد أو معين يبدأ مونون، إنسان، قلم، مستشفى، دراجة، طاولة إذن الأسماء المعرفة كما قرناها في الدرس متاعنا الأسماء المعرفة بالآلف واللام، أسماء العلم، الأسماء المعرفة بالإضافة وأسماء الإشارة والضمائر وهنا حشتنا بدرسنا اللي هو الضمائر المتصلة والمنفصلة نشوفه هنا الضمير هو ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غأب وهو يكون بارس أو مستتر أحنا حشتنا بالضمير البارس الذي ينقسم إلى قسمين إلى ضمير منفصل وضمير متصل الضمير المنفصل وهو مستقل في النطق ويصح البدء به في الكلام أما الضمير المتصل وهو ما لم يستقل في النطق من عن الكلمة ولا يصح الابتداء به هو مرتبط بالكلمة إذن كما أتى تقول فاعلي قمتوا قمتما قمتم قمتنا أو ألف الأثنين قاما قاموا نون النسوة قمنا النون ديك يا المخاطب قومي ليا ديك هي ضمير متصل يا المتكلم ربي أكرمني كيف المخاطب ما ودعك ربك هاء الغائب قال له صاحبه لهو أو النون ناء كما مثال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا النون هي زادة ضمير متصل وضمير المتصل إنه جميع تصل بإسم أو بحرف جر أو بالفعل أو بنسق حرفي إذا كان يتصل بإسم كما كتاب ضمير المتصل كتابكم أو كتابي لكم ولا ليا ديك وظيفتها هي مضاف إليه ونوعه ضمير جر وإذا كان يتصل بحرف جر نتعرف على حروف الجر أو أو بالأحرى نتفكرهم إذن حروف الجر هي من إلا عن على ثي بي لك هذو حروف الجر إذن إذا اتصل حرف الجر للضمير المتصل بحرف جر كما في ك الك هذي وظيفتها اسم جرور ونوع الضمير متاعنا هو ضمير جر إنه جمز هذا الضمير يتصل بفعل إذا كان يتصل بفعل فوظيفة الضمير اللي هو كما هنا كتبتوها لهذا وظيفتها مفعول به ونوعه ضمير ونصف وإنه جمز هذا يتصل بناسخ حرفي وتحديدا هوني نتفكره النواسخ الحرفية اللي هي إنه وأخواتها إنه كأنه لكنه أنه لعله وليته هوني بش نقرأه على الضمير المتصل بالناسخ الحرفي إذا كان الضمير اتصل بالناسخ الحرفي من هدوما النواسخ إذن فوظيفة الضمير هي اسم ناسخ حرفي ونوعه ضمير ونصف وإذا اتصل بفعل فوظيفته مفعول به ونوعه زد ضمير ونصف إذن ناخد فكرة تواعلى كل ضمير منفصل وما يقابله من ضمائر متصلة مع شوية أمثلة إذن كما ضمير أنا المنفصل يقابله ضمير متصل هو تو ولا الياء كما نقوله كتبت ولا قلمي الياء آخرى الاسم نحن ضمير المتصلة اللي دي يقابلها هو نا كتبنا كتابنا أنت أنت تي وكي أنتما تما كما ذهبتما لكما معنا نجم زادة يتصل قلنا بحرف جر لي تولي لكما من نجمش قل لكما لكما أنتما أنتم مثلا أتم لكم قلتم ليتكم أنتنا تنا كنا هو هو هي ها هما الألف ولا هما آخر الاسم هما تا وهما هم الوا والجماعة وهم ذهبوا ولا إليهم هن نون وهن صادقنا أنهن نون هنا ينجم الضمير المتصل يتصل باسم أو بفعل أو بحرف جر أو بناسخ حرفي ما ننسوهم شادهم المعلومات به إذن نحاولوا هكا نتفكروا شوية إذن تكون وظيفة ضمير الجر المتصل باسم مضاف إليه وتكون وظيفة الضمير الجر المتصل بحرف الجر مجرورا أما إذا اتصل الضمير بناسخ حرفي فهو ضمير نصب ووظيفته اسم ناسخ الضمير متعانا وإذا اتصل الضمير بفعل فوظيفته مفعول به نهدو مثال هنا أكل ها ماذا أكل مثلا الولد أكل التفاحة الها هذه تعود على التفاحة إذن ها هي المفعول به ووظيفتها ونوعها ضمير نصب إن شاء الله نكون وفقت إني نوصل للمعلومة وإن شاء الله تكونوا فهمتوني وإن شاء الله بالنجاح اللي تنامدتنا لكل سنة سادسة ودعمونا في قناتنا طريقة تميز من الرابعة إلى السادسة جمعونا في قناتنا وإن شكرا لكم